المساء المحبة والسلام والخير من استوديوهات التلفزيون الأردني لكل الأشقاء في الوطن العربي من دولة السلام التي ترسل دائما رسالة محبة وأمن لكل دول العالم لازلنا نتحدث من استوديوهات التلفزيون الأردني في برنامج بيت لألكل عن الوجع العربي عن غزة تجاوز بدءا من اليوم المئة يوم من التنكيل ومن الإجرام ومن استخدام كافة الوسائل التي لا تنم عن الأخلاق ولا عن الإنسانية بأي تصلة تستخدمها إسرائيل تنكل بالشعب الفلسطيني على أرضهم وفي بيوتهم لازلت إسرائيل بعد المئة يوم كما هي برغم الرأي العام المناهض لما تقوم به لكنها تستخدم الغطرسة الصهيونية في الإصرار على الإبادة للشعب الفلسطيني والتهجير من البيوت ماذا تريد إسرائيل بعد مئة يوم من المجزرة على غزة؟ هذا هو السؤال الذي نطرحه في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج بيت للكل مع ضيفنا الكريم الدكتور عبد الحكيم القرالة وهو أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية من الأردن أهلا وسهلا فيك دكتور أهلا دكتورة مساء الخير لك ولجميع مشاهدي ومتابعي هذا البرنامج القيم والمهم أينما كان وأينما حل دكتور الآن بعد مئة يوم ولازلنا نشاهد استمرار إسرائيل بكل وسائل الحروب التي لم يشهدها التاريخ من التنكيل والإجرام ما الذي تريده إسرائيل من غزة بالتحديد وما الذي تريده إسرائيل من منطقة الشرق الأوسط؟ يعني في الحقيقة دكتورة ابتداء يجب أن نتفق أن ما يجري في غزة هو مخالف لكل العراف والأخلاق والقيم الإنسانية والقوانين والمواثيق الدولية ومواثيق حقوق الإنسان هي جرائم إبادة وتطير عرقي وعنصري استهداف للمدنيين أينما كانوا وأينما حلوا قطع لكل وسائل الحياة الأساسية جعل انتهاج ربما انتهجت آلة الحرب الإسرائيلية نظرية الأرض المحروقة وأن لا مكان آمنا في غزة وأن غزة مكان غير قابل للحياة فبالتالي كل هذا الإجرام وهذا الصلف وهذا الشطط يعني حتى في التاريخ السياسي الدولي لم نشهد مثل هذا الإجرام وهذا الجنون الذي انتهجته آلة الحرب العسكرية لدولة الاحتلال وضعوا بنك من الأهداف علهم يحققونها كما يروجون لذلك ولكن في الحقيقة على أرض الواقع هذه الأهداف غير منطقي وغير قابل للتحقيق فقط شماعة وذريعة لهذا الإجرام وتبرير هذا الإجرام بكل صنوفه يعني نحن الآن الدكتورة أمام كارثة إنسانية بكل ما تحمل الكلمة من معنى الآن كيف تقرأ تقديم إسرائيل والاتهامات بأصابع الاتهام من الإجرام للدول الراعية لها في محكمة العدل الدولية هذا التطور يعني إلى ماذا يشير ونركز هنا دكتور عبد الحكيم بأن الدولة الأردنية كانت الداعمة لرفع هذه القضية أمام محكمة العدل الدولية وقدمت أيضا إدانات وستقدم إدانات أيضا شفاوية يعني في هذا الإطار وبكل موضوعية يجب أن نشير إلى هذا الدور الأردني يعني بكل حيادية وموضوعية المتقدمة للموقف الحازم والقوي على كافة الصعود الدولة الأردنية استنفر الطاقات الدبلوماسية والسياسية وحتى الإنسانية فبالتالي هي كانت رأس الحربة في هذه المعركة الدبلوماسية للدفاع عن الحق الفلسطيني وعن الأشقاء الفلسطيني يعني الدبلوماسية الأردنية منذ بدء العدوان الغاشم على غزة يعني هي من خاطبت العالم خاطبت الضمير العالمي الرأي العام العالمي خاطبت كذلك القوى الوازنة وهذا ما أحدث تغييرات كبيرة في المواقف سواء على الصعيدين الشعبي أو حتى الرسمي في الكثير من المواقف التي آمنت للأسف في البداية بالسردية الإسرائيلية المكذوبة والغير حقيقية فبالتالي الأردن يعني ضمن إطار متدرج يعني قامت الكثير من على أكثر من صعيد سياسي ودبلوماسي وكان القانوني هذا جزء من خلال الرصد وتوثيق بعض الجرائم ودعم دولة جنوب إفريقيا في إطار رفع الدعوة على دولة الكيان فبالتالي الأردن يعني يدعم القضية الفلسطينية بكل ما أوتي من قوة ويستنفر حتى كل طاقاته دعم لهذه القضية هذا جزء التجهيزه لملفات قانونية كذلك والتجهيز لمرافعة قانونية هذا في إطار دعم وإسناد الأشقة الفلسطينية نعم إذا أردنا أن نتحدث عن بعد آخر دكتور وأنت تعلم في هذا الموضوع لإسرائيل أهداف وأرادت أن تحقق هذه الأهداف وأنا أسميها أحلام موهومة لدى إسرائيل بقضية التهجير وأكثر المتضررين من هذا الموضوع هي الشقيقة مصر والأردن والأردن تنبه ومصر لهذا الموضوع فكان لنا موقف حازم وصارم ومقطوع في قضية التهجير هذا الحلم الآن تبدد لدى إسرائيل ومدام هناك موقف عربي لكن كم فعلا هذا الموقف بحاجة إلى مساندة من خلال تحالفات وتنسيق أيضا عربي بشكل أكبر من خلال الأردن ومصر كتنسيق وأيضا من خلال دول عربية أخرى كم نحن بفعلا هذه التحالفات العربية تؤدي إلى الحصول على قوة أكبر سيدة الكريمة بداية يجب أن نشير إلى الموقف الأردني والمصري الواضح والحازم إطار في الوقوف سدا منيعا في وجه كل هذه الأجندات الخبيثة التي كانت ترمي لها دولة الاحتلال من خلال ونستطيع أن نلتقد ذلك من خلال الإجرام الموجود وتهجير الفلسطينيين هذا مرتبط بمفهوم وغاية خبيثة واحدة ومركزية هي إنهاء القضية على حساب الغير والمقصود هنا الأردن ومصر الشقيقة لأكثر غماسا واشتباكا في القضية الفلسطينية فبالتالي هذا الموقف الحازم الأردني المصري كان سدا منيعا وقف في وجه وأفشل كل هذه المخططات بالإضافة إلى صمود إلى شقة الفلسطينيين فبالتالي يجب أن نتفق أنه خط أحمر ومرفوض فلسطينيا ومصريا وأردنيا فلذلك عدم الاستكانة وعدم التردد والتلكؤ أمام هذا الثابت الوحيد أن قامت الدولة الفلسطينية على التراب الوطني الفلسطيني الدولة القابلة للحياة هذا ثابت أساسي وجوهر أساسي في السياسة الخارجية الأردنية والمصرية فلذلك برغم كل هذا الشطط والجنون حتى تصريحات أساس الإسرائيليين والعسكريين هي تصريحات محبطة وتصريحات متطرفة في هذا الأطار ولم يخفوا ذلك يعني عبروا عنها صراحة هذا يأتي في إطار التهديد الفعلي والمباشر وما يقومون به ميدانيا وعسكريا في أرض غزة وكل هذا الجنون وكل هذا الإجرام يعني يرمي باتجاه ويذهب باتجاه تحقيق هذه الغايات الخبثة ولكن هذا الموقف الأردني المصري القوي والحازم والمتقدم يحتاج إلى إسناد عربي وإسلامي للوقوف في وجه هذه الغطرة الإسرائيلية الصلف الإسرائيلي الذي يريد إنهاء هذه القضية تماما وبالتالي إنهاء وتقويض عملية السلام وإنهاء حلم الدولة الفلسطينية المستقلة فعلى الجميع يعني يدا بيد وكتفا بكتف أن تتكامل الأدوار العربية العربية في تنسيق عالي المستوى وهذا ربما كان ينبه له دوما جلالة الملك في إطار التنسيق العالي المستوى وتكامل الأدوار والتشاركية للوقوف في وجه هذا الخطر المحدق والمحقق الذي يستهدف القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الآن نرى نيتنياهو دكتور وهو الآن يعني يطرب بعرض الحائط كافة القرارات والأعراف والمواثيق الدولية والاتفاقيات وما إلى ذلك ومتزمت في هذا السلوك الإجرامي ونرى حكومة نيتنياهو المجنونة بين قوسين تتصرف تصرفات جنونية من الإبادة وما إلى ذلك وبالتالي تأزم هذا الصراع وتستخدم الآن إسرائيل إلى ترحيل هذه الأزمة أيضا والتصعيد في الضفة الغربية نرى في نابلس في جنين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية الآن ينتقل هذا الجنون إلى الضفة الغربية ما الذي تريده إسرائيل أيضا من توسيع هذه الحرب ونقل هذا الصراع أيضا بتأزم إلى الضفة الغربية أشكرك دكتور على هذا السؤال الجوهري والمهم بالتأكيد يعني كل ما تقوم به دولة الاحتلال الآن وكما قلنا قبل قليل هي وكأنها التقطت هذه الأحداث وجعلت منها شماعة ومضلة لتحقيق غاياتها وأجنداتها الخبيثة بالتأكيد إسرائيل أرادت منذ بداية ترويجها للسردية المكذوبة والمزيفة بأنها في الطرف المظلوم وأنها تدافع عن نفسها وهذا حق مشروع منذ تلك البدايات بعد العدوان على غزة أرادت أن تستقطب الرأي العام الدولي والقوة الوازنة والداعمة لها في إطار تشكيل تحالف دولي على غرار التحالف الدولي الذي كانت ضد تنظيم الدولة الإسلامية بعد دعشنت حركة المقاومة الإسلامية وشيطنتها بهذا الأمر فتريد هنا أن تستغل هذا الضرف الزماني وهذا الدعم اللوجستي والعسكري من قبل كل القوى لتنهي كل حركات المقاومة الموجودة في المنطقة وبالتالي تستفرد في إطار تحقيق معاربها الخبيثة هذا لا يخفى على أحد تصريحات نتنياهو وكلمته في الجمعية تصريحات سموتريتش الخرائط التي كانوا يعرضونها وكانوا يتحدثون عن شرق أوصل جديد عن إسرائيل كبرى ربما كانت تستهدف الأردن تستهدف فلسطين وكأنها تذهب بمحو الدولة الفلسطينية وكانها غير موجودة في إطار تحقيق هذه المعارب والأجندات التي ترمي إليها أصلا الحكومة اليمين المتطرف نتنياهو حتى في إطار القضية التي رفعت من جنوب أفريقيا قالها بالملأ وعلى الملأ أنه لن نوقف هذه الحرب هذا تأكيد واضح على أن هذه الدولة أو هذا الكيان دولة الاحتلال ترمي بعرض الحاط كل قرارات الشرحية الدولية ولا تلتزم بها فبالتالي هي مستمرة في إجرامها وشططها حتى تحقق هذه الأجندات الخبيثة وتريد أن تستغل هذا الظرف والتعاطف الدولي خاصة في البداية معها في إطار تحقيق كل هذه المعارب من خلال توسيع رقعة الصراع خاصة ربما تريد أن تستدرج حزب الله في أشمال والحوتيين في البحر الأحمر لإنهاء كل هذا الصداع على حد وصفهم الذي يمثل تهديد وجودي لدولة الكيان دكتور عبد الحكيم قراليو حضرتك أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية كل شكر لحضرتك في برنامج بيت للكل هذا التوضيط شكرا